رازان طفلة سعودية عايشة وسط علتها بس عندها مشكلة بسيطة ان اللي في قلبها على لسانها وده خليها تقول لخلتها حياة جوزك عمره ما هيحبك علشان طول الوقت بتصرخي فيهم مامتها السيدة مونة مشكلة رازان مش شايفها بسيطة ابدا شايفها مشكلة كبيرة وتستهل قطع لسانها علشان تتربى السيد حسن بابوها هو الوحيد اللي في البيت شايف رازان بشكل مختلف شايف ان اجمل حاجة فيها ان لسانها صريح وبتنطق باللي جواها كبرت البنت وتنقلت لبريطانيا لكن لسه اللي في قلبها على لسانها وده خليها تطلب الجواز من اللي بتحبه ساعدتها بنتها الوحيدة لامار وهي طلعت خاتم الجواز وقالت له عايزة تجوزك لان انت مختلف وبسيط سامير طبعا وافق على الجواز بس قال لها اهلك من السعودية واكيد مش هيقبلوا يجوزوكي واحد غير سعودي وانا باكستاني قالت له انت هتتجوزني انا مش اهلي وبعدين مدومت مسلم خلاص اهلي مش هيعترضوا بعد ايام بسيطة في مطار السعودية كان منتظر السيد حسن بنته وحفيته واللي جنبه اول ما شاف سيدان لابسين على حريتهم انتقادهم فورا السيد حسن قال ربنا يغفل لهم مفيش ثواني وكانت بنته رازان وحفيته قدامه اللي اتنين رفعين ايديهم وبيحيوه وهو حتى مش قادر يرد التحية خايف من اللي جنبه وليفهم انه هم معاه الحفيد اللامار قربت منه وعايزة تبوسه هو مش قادر حتى يبوسها رغم ان هي وحشية رازان قالت لها اصله بيحبش الاحضان في الاماكن العامة السيد حسن سأل بنته فين باقي الشنط رازان اطلق بطت قالت له شحنتهم علشان كتير ويومين وحيوصلوا لامار بتبوسلها وعايزة تفهمها بتقول كده ليه في العربية الاب قال لحفيته ايه رأيك نشغل قونية دق الشماسي علشان ماما مصيفة على الاخر ضحكوا وقالت له انت وحشتني يا بابا الاب قال لها وانت كمان وحشتيني لما سألت لامار على خالها ليه مجاش ياخدنا من المطار قال لها النهاردة عنده محكمة مع طالقته علشان وصايت ابنه وبدأ يرمي كلامه مرة تانية قال للحفيدة لو تعرفي قد ايه كل الناس بتاخد ما شرطي إلا عيلتي رازان ضحك تاني ولما لامار بتسأله بتقول ايه غنى وقال لها بغني واقول دقوا الشماسي وصلوا على البيت ورازان سمع صوت مامتها وقفة ومش قادرة تتنفس الجدة بتقول لحفيدتها ما شاء الله بقيت عروسة لسه بتسألها ايه العباية اللي انت لابساها دي دي عباية انجليزي دخلت رازان وحضرت مامتها مامتها قالت لها اهلا ببنتي اللي حرامتني من حفدتي رازان قالت لها انت كل يوم بتكلميها مونة ردت عليها لو كمان مش عايزان اكلم حفدتي رازان قالت لها بالعكس كلامكم بيسعدني الام بصت لها وقالت لها ما شاء الله عليكم مصيفين على الاخر وما فيش عبيات ما شاء الله انفتاح بيجهزوا فطر للصايم بتواجه كلامها لحفيدتها اننا بنوزع الوجبات البسيطة دي على الصايمين واللي ما بيلحقوش الفطر في بيوتهم وان دي عادتهم قالت لها يمكن ربنا يستجيب لدعائي واشوف حفيدي وفي اللحظة دي بقى وجهت كلامها لبنتها قالت حعمل ايه كل ما يجيني حفيد اتحرم منه قالت لحفيدتها اكيد الانجليز ما يعرفوش الصيام لمار بكل براة قالت صح يا تيتا ده ما يعرفوش غير الشرب بس لحقت نفسها وقالت شرب القهوة رازان اتدخلت قالت في بريطانيا فيه كمان مسلمين كتير عرب وكمان مسلمين من باكستان الام قالت لها كل دول اسلامهم غير اسلامنا رازان سحبت كلامها وسكتت فورا في الوقت ده وصل الاتصال من الخالة حياة لمار قالت لجدتها الجد حياة بتتصل بيكي مونة وجهت كلامها لرازان قالت لها ايه عايزاني قطع اختي رازان قالت لها اكيد طبعا لأ وكمان سلميني عليها دخل الاب هو كمان معه تريفون كان بيتكلم بصوت عالي قال ما شاء الله بنتي معها دكتراف علم النفس وطلب من بنته تكلم صديقه قال لها ده صديقي عنده عيادة وتقدر تشتغلي عنده رازان قالت له شكرا انا عندي خطة اشتغل على الابحاث مش في عيادة الاب عادت كلمة وراها خطتك واعتذر لصديقه قال له بنتي مجغولة بتحضير اكل الفطار لمار قالت لمامتها مفيش وقت لازم تقول لهم على سمير طلبت منها تسكت فورا وان ده مش وقته الام دخلت على بنتها وحفدتها كان معاها عبيات قالت لهم البسوها بدل الانفتاح اللي انتو في ده رازان رفضت تلبسها لمار قالت لها شكلهم حلو برضو رازان رفضت تلبس لما اتصل بها سمير اضطرت تجذب عليه قالت له خلاص انا قلت الاهلي بعد ما قفلت فقت على صوت مامتها واللي بتقول لها جبتلك عباية تانية خفيفة شوية علشان تعجبك وصل اخوها سوفيان ورحب بيهم جدا بس قال لهم ادخلوا جوه علشان داخل علي السوا البنت دخلت فعلا رازان قالت له خليه يدخل وانت عادي حكيلي ايه اللي حصل في المحكمة قال لها رازان هنا السعودية مش بريطانيا ماينفعش تعادي كده قدامه كمل كلامه حيعجبك ان الباكستاني يشوفك كده صدمتها كلمة الباكستاني فهمت ان السواق بتاع علتها هو كمان من باكستان وصل سامير على السعودية مجغول بتليفونه علشان يوصل لبيت رازان سواق التاكسي بيسأله لو هو هندي ولما قاله باكستاني سأله لانت هنا سامير قاله جاي علشان اتجوز السواق قاله اكيد من باكستان زاية ولما قاله سعودية قاله اكيد انت غني بقى ورجع تاني سأله لو العروسة ارملة او مطلقة عادي الكلمة اكيد مطلقة سامير خلاص ما بقاش يرد عليه وهو اللي بيتكلم لوحده السيد حسن بيجهز مرحق البيت علشان تقعد فيه رازان وبنتها لامور قالت له اكيد بتعمل كده علشان ماما والجده ما يتخنقوش مع بعض قال لها لا مستحيل يتخنقو هما بيقتلوا بعض على طول ضحكت البنت الجد قال لها علشان خصصيتكم وطلب منها تكلم باباها قال لها انت كبرتي دلوقتي وما ينفعش تعيش من غير باباكي عرفها نام وانتظر العامل اللي حيركب السرير ولما عرف ان العامل برا دايه ولازم يدخله ساب البنت وخرج علشان يدخل العامل رازان عرفت ان اخوها خسر القضية وحضانة ابنه بقت لطلقته في الوقت ده وصل سامير قدام البيت بيحاول يوصل لرازان وفجأة ظهر قدامه السيد حسن قال له انت بتاعي السرير سامير قال له انا سامير قال له سرير مش سامير وما ادهوش فرصة يرد عليه ودخلوا البيت سامير اللي دخل ومش فاهم هو بيقوله ايه اول ما دخل الملحق كانت هناك لمار لسه حيسلم عليها هي هربت من القوضة سامير بدأ يفهم ان هو عايزه يركب السرير شافها حاجة بسيطة يقدر يعملها حسن قال له الحمد للان انت تعرف ياريت تشتغل بقى لمار رحت لمامتها قالت لها سامير هنا رازان في الاول افتقرتها بتهزر لان ده شيء مستحيل البنت قالت لها مش بهزر واخدتها على الملحق قالت لبنتها حموتك لو بتجذبي واول ما شافت سامير كان حيوم عليها من الصدمة باباها لما شافهم طلع لهم رازان وقفت قدام باباها قالت له اللي جوا ده مش العامل ده زميلي سامير من بريطانيا بيسألها اللي جايبه هنا كمنت الكذبة قالت له جاي يعمل عمرة لمار قالت اه عمرة بيسأل عمرة ايه دي اللي في بيتي قالت له حاجزه خرب وانا اكترحت عليه يجي هنا لغاية ما يزبط اموره قال وهو بيقول لي سامير وانا اقول له سرير حاجة اخر احرام قال لها لازم ادخل اعتذر له بص البنته قال لها ما يفاشت قبليه بالشكل ده روحي لبسي حاجة رازان قالت له والله عادي الحياة غيرت سكت ووافق انها تدخل معاه اول ما دخل اعتذر له وسامير اخده بالحضم لسه هيقرب من رازان علشان يبصها سلمت عليه بيديها بعدته عنها قالت له سلام عليكم وعليكم السلام سامير مش فاهم ليه بتتعامل معا كده باباها قال لها الحقيقة انه شكله عامل مش شكله زميلك خالص وكان بيتحك لما خرج باباها بتسأله اللي جابك هنا لو مرأت لها جاي يعمل عمرة رازان كملت كلامها كده الكل حيتوتر قال لها ليه يتوتروا كلهم عارفين ان احنا حنتجوز رازان عرفت ان الجد طلب من بنتها تزور باباها ويقلت له لو ده حيسعدك عمليه رازان فعلا كانت متوترة جدا بتلخبط في الكلام وسببتها رجلة باباها بيطلب منها تهدى بدأت تاكل في الحلويات بتعزم على باباها اللي كان بيبص لها مستغرب جدا قال لها انا صايم افتكرت ان هي كمان صايمة سمير اللي بيبص لها ومش فاهم سبب توطرها وصل الخيل بيسأل بنته اخته مين ده قالت له ده زميل ماما من بريطانيا بيسألها زميل ماما هنا ليه قالت له جاي علشان يغطص لانه غطاص الخيل قال لها هنا قالت له اه هنا سلم عليه وسمير كان سعيد جدا ان هو شاهفه قال له سمعت عنك كلام كتير رازان في الوقت ده ما رعوبة عايزة الارض تنشأ وتبلعها سوفيان مش لاقي سبب لمبالغة الضيف في الترحيب بيه قبل ما يخرج قال له خد بالك عشان فيه روش جوه البحر بتاعنا سمير فعلا مش فاهم ايه اللي بيحصل رازان اتدخلت قالت سمير محتاج يعمل مشاوير حاخد عربيتك ووصله الاب قال لها حوصلكم انا سمير قال اه خليه يجي معانا رازان حتتجنن منه باباها قال لها خلو وسمح لي المشكلة الكبيرة هي الجدة واللي دخلت عليها لامار عرفت عن فيه دفل ما متها سألت هل يزمي لها هنا لامار ما لقيتش الكذبة تانية غير ان هو مريض ومسكين والسعودية افضل مكان لعلاجه باباها وقف قدامها وقال لها مش هينفع تخرجي كده وهي قفلت الزراير بيبص لسمير ويقول لها بريطاني بريطاني يعني قلتيلي جاي يعمل عمرة وانا مش شايف ان هو محرم رازان قالت لها صهو مختلف طبعا ما اقتنعش بكلامها لكن قال لها ركبي سامير هو الوحيد السعيد مش فهم حاجة من اللي بيحصل حواليه لكن رغم كده مبتسم الابا قاله دي رحلة العمر بالنسبالك وشكلك اول مرة وان شاء الله ما تكونش الاخيرة سامير دي بقى فهمها قاله لأ حتكون الاخيرة رازان في الوقت ده اتدخلت تاني علت صوت التسجيل قالت مشتقة جدا للراديو الصعودي لما الابا قال بسم الله سامير قرر وراه وقال بسم الله رازان قالت لسامير بلاش تتكلم كتير عن علاقتنا لان اهل عيلة محافظة الاول لازم يتعرفوا عليك ويحبوك وقالت لباباها الفندق له حجزه وهو صايم وعيب ما نعزمهش على الفطار ضحك وقال لها لندن غيرتك فعلا وبصله وقال واضح ان هو مدخل شعبان في رمضان شكله ضايع فعلا وحالته حالة سامير اللي اختار شكولاتة بتتقدم للعرائز باباها قال لها كلمت ممتك ووافقت ان سامير يفطر معانا بس انتي بلاش تستفزيها اول ما وصلوا لمار قالت لها ان الجدة عملوا صفرة للرجالة وصفرة للستان لما بدأ الفطار ممتها عرفتها انها تخرج مع اختها حياة وهيكون معهم لمار قالت لها في الاخر دي ما كانتش حماتك بس دي اختي سامير مع الاب والابن واللي بيقول له هتغطس بالليل بابا قال له غطس ايه ده جاي هنا علشان يعمل عمرة سوفيان طلع الشوكولاتة وسامير قال انا جبتها علشان ماما مونة حسن بيبصره مش فاهم بيقول ماما ازاي رازان لما سمعته حاولت تعمل اصوات عشان مامتها ما تسمعش لكن في نفس الوقت سامير محدش وقفه قال علشان جوازي انا ورازان طبعا الكلمة دي وصلت لودان الام فورا مش مصدق اللي يا سمعته سامير فهم انها ما قلتش على جوازهم ورازان اضطرت تقول ان انا و سامير حنتجوز باباها واخوها اللي اتنين في نفس النفس حتتجوزوا بعض ومن ورا صوت مامتها وهو عالي حتتجوز الانجليزي المريد ده سوفيان بيسأله لو انت مريد فعلا سامير قال انا مش مريد باباها غضب جدا قال لها خدعتيني وسامير وقفه وعتذر وقرر يروح للفندق ادخلت لامور قالت له ليه ما يعودش في الغرفة اللي برا الاب وافق وقال انت قعد برا واحنا هنا هنتصرف مع بعض روزان بتكلمه بتعتب عليه ازاي ما تقوليش ان انت جاي وهو بيعتب عليها ازاي ما قلتش لأهلك ان احنا هنتجوز بنتها بتقول لها اقفلي لان محدش فينا هيكون كويس لما العيلة تدخل لما اجتمعت مع علتها مامتها بتقول كنت عارفة ان وراكي مصيبك العادة اخوها قال لها باكستاني روزان وهي قالت له خليك في ابنك بلاش تدخل في اموري مامتها قالت لها ازاي ما يدخلش ده شرفنا روزان قالت لها شرف ايه هو احنا لسه في العصور الوسطى مامتها استهزأت بيها قالت لها يا بنت المستقبل ما قاعد باباكي واخوكي مع صاحبك بمنتها البجيحة في الوقت ده دخل باباها بس المرة دي ما بيتحكش كعته سألها تعرفين منين قالت له عرفه من بريطانيا شافني وعايزي تجوزني اخوها قال لها انت كدابة مش هيجي كل المسافة دي علشان شافك مامتها قالت كل الغلطة على ابوكي علشان دخلوا يفطر معانا حسن قال لها افتكرته عامل شكله عامل الام قالت عيلتي كلها جاية اول يوم العيد ودي اول مرة يتجمعه بعد موت بابا مش ممكن ابدا الباكستاني ده يخرب تجمع عيلتي روزان قالت لما مامتها بتحدي ما تقلقيش مش هنخرب فطار عيلتك في العيد وجهت كلامها لباباهم الناس هتقول ايه لو طردتوا مامتها تدخلت تاني قالت لها شوف مين بيتكلم على الناس والناس دي اخر همك قالت لجوزها بمنتهى الحزن حسن يا ويه لك لو ضعفت روزان بتقوله علشان خطر يا بابا والام في نفس الوقت بتقوله حسن وهو مش عارف يعمل ايه بينهم لكن ضعف قدام بنته قال معلش يا مونة ضضيفت ما ينفعش نطرده غبت الام جدا وقالت لنت حرين مع بعض لما شكرته روزان قال لأ انا عملت كده علشان ما احركيش واكيد مفيش جواز كمل كلامه عندي سؤال واحد لو بقيت شنطك جاية بعد يومين فعلا قالت له حرجع بريطانيا بعد العيد حزن جدا قال لها طول عمرك بتعملي اللي في راسك وما بيهمكيش حد خرج وسبها وبنتها اخدتها في حضنها روزان لما كانت طفلة كسبت جايزة حافظة القرآن الكريم ممتها كانت فخورة جدا لكن في وسط الحفلة اكتشفت انها كانت كتبة كل الايات على الطاولة وانها غشيتهم نزلت وهي مكسوفة وسط الناس لامار فعلا نكلمت باباها واللي قال لها منتظرك علشان تشوفي اختك فاطمة اختها من زوجتك جديدة روزان حتتجنن وتعرف حتعمل ايه بنتها لكن رحبت انها تشوف باباها روزان هي كمان دخلت عشان تتكلم مع باباها واللي اول ما شافها حط المصلية عشان يبدأ الصلاة وقال الله هو اكبر فهمت ان هو بيهرب منها والام لما دخلت بتسأل هو ليه بيصلي هنا ودي مش عدته وجهت كلامها لبنتها قالت لها لو ما كنتش مؤمنة كنت انتحارت بسببك روزان قالت لها اللي انتحار ده مش لعبة لو بتفكري كده فعلا لازم نوديك الدكتور الامة قالت لها اه علشان يديني ادوية وابا امك المجنونة وبعد كده تقدر تتحكي على ابوك الغالبان دخلت رمار وقفت قدام صليت جدها الجد قالت لها لما يكون حد بيصلي ما تقفيش قدامه كمنت كلامها ويه بتبص البنتها مين اللي حيعلمك اصول الدين خلص حسن الصلاة واللي اتنين بينادوا عليه في نفس الوقت وهو بيطلب منهم يصبروا شوية لامار شغلت جدتها والقب دي كانت فرصته شاول لبنته علشان تخرج معاه بس مونا لسه بتناديه رجع وقفوا قدامها قال لها انا عارف انت عايزة ايه انبارح كلنا كنا متوترين وهي بتقطعوا في الكلام قال لها خلينا نتكلم بالعقل شوية الام غيرت لهجتها قالت له بقول لك ما تنساش تروح السوق بصلها وكان متأكد انها مش هتقول كده الاب قال لبنته ان فيه قصة واحد عربي ادحك عليه لما تجوز من الغرب وجاب طفله مشوه واكتشف ان زوجته جاسوسة المانية كمل كلامه سامير باكستاني بريطاني وكمان صحفي سافر اندونيسيا وراح الكويت وجيه هنا سامير ده شكله جاسوس دحكت وقالت له لأ انا متأكدة انهم مش جاسوس كمل كلامه نزعلان منها جدا علشان كان فيه اتفاق بينهم انها ترجع وتستقر في السعودية كان عنده رأي اللي خرج من داره يتقلم اقداره قالت له مدرسة بنتي هناك وشغل اللي كنت باحلم بيه قال لها حسأل الزعل على ريس اللي انت جايباي قالت له طول عمرك عندك نظرة للناس ليه متحاولش مع سامير الاب بصل بنته وقال لها عارفة ايه مشكلة حياتي ان انا بحبك دحكت وقالت له انا كمان بحبك قال لها خلاص مقابلة واحدة بس بس مفيش اتفاق على الجواز طلب منها تخرج بدل ما يغير رأيه بعد ما خرجت فتح جهاز الكمبيوتر وكتب ايه مواصفات الجاسوس الاصعب اقنع مونة واللي ما بتقولش عليه غير الباكستاني لمر بتقول لها اسمه سامير قالت له جزها موافقة بس عندي شرط واحد لمر قالت لها اكيد شرطك يتحول يكون سعودي قالت لها طالع لامك بالزبط رزان عرفته انه خلاص يحضر نفسه علشان يقابل عيلتها قالت له ماما في الاخر حتفهم وبابا سهل اقناعه لما جهز نفسه خرج يتكلم مع السواء وتفاجئ انه مش اسمه عبدالعزيز اسمه سوفيان على اسم اخو رزان وطبعا باكستاني وصل على البيت وده كان الاصعب الكل مجتمعين مستنيينه باباها ماسك وراء وقلم بيقوله انا اللي حبدأ الاسئلة ومونة سألته ايه جنسيتك حسن قال خلاص هي اللي حتبدأ سمير قال لانا بريطاني بابا وماما من باكستان عايشين طول عمرهم في بريطانيا واخدوا الجنسية الام قالت له لو شالوا منكم الجنسية حتروحوا فين لو مرد دخلت قالت لها حيروح حقوق الانسان يشتكي عليك سمير قال مستحيل ياخد مني الجنسية اسئلة حسن كانت مختلفة بيسأله ايه اللغات اللي معاك وبتكتب ايه في الصحافة سمير قال له معايا ألماني خلاص كده اتأكد انه هو جاسوس عرفهم انه هو بيكتب عن الرجالة وازاي عليهم مراعاة الاطفال اتدخلت الام قالت له انت مسلم مسلم رازان مش مصدقة السؤال ده لمار قالت لها يعني هو ده السؤال الوحيد اللي دايقك سمير بيحاول يكسبهم قال لهم انا مسلم بصلي وصوم بس مش متدين رازان دربته في رجليه ممتها بتقول لها بلاش تغش شي رجع في كلامه قال لأ انا متدين قرب منه اخوها وسأله لو بتشرب ممتها مش مصدقة بصت لبنتها قالت لانتي بتشربي وباباها بيسأل نفس السؤال رازان بتقول لهم ولا انا بشرب ولا هو بيشرب السؤال الاصعب لسمير لما سأله عن مرتبه وده السؤال الوحيد اللي رفض يجاوب عليه قال لهم دي خصوصية اخوها قال مدون تجاية تجوز اختي مفيش خصوصية ولما عرفه مرتبه كمل كلامه ان مرتبي على مرتب رازان هنعيش كويس ممتها تدخلت قالت كنت عارفة ان انت طمعان في فلوس بنتي هم الاب كان مختلف متأكد ان سمير ده جاسوس وعشان كده دخل قطه اخد جواز السفر وهو خارج لقى سمير قدامه اتوتر جدا واضطر يقوله انا كنت هنا علشان اهدك معايا للسوق لما مونة عرفت قالت له مبارح بالغلط دخلته البيت ودلوقتي بالغلط برضو هتاخده معاك السوق سوفيان وهو خارج بيسأل بابا لو عايز حاجة الاب قال له خضمك معاك دحك لما سمع مامته بتقول مش هخرج وبابا قال رحمتك يا رب وهي خارجة قالت له تصرفه وتك مش مريحاني قال لها وكنتو كلكم مش مريحاني ارسل صورة جواز السفر لصديقه عايز يعرف لو سمير جاسوس في السوق قال لي سمير رازان دايما بتغلط بتختار غلط زي جوازتها الأولى كان ابن خلتها أصرت عليه وبعد كده برضو أصرت على الطلق سمير قال كانت زغيرة وده طبيعي لكن دلوقتي رازان كبرت وتقدر تختار صح الاب قال له بعدين انت جايب طولة فين عيلتك سمير قال له لو موافق تقابل عيلتي هخليك تقابلهم حسن مش طيقه فعلا بس مش عارف يخلص منه ازاي علشان يشوف ابنه ولما وافق سمحت ليه يخدم عيل لوقت بسيط في نفس الوقت كالت لامار عند باباها مع زوجته وأولاده وأول ما شافت اهتمت باباها ببنته حسن بالغيرة حسن عرف ان سمير سجله نظيف لامار باباها لاحظ انها مش عارفة تشرب القهوة وبتحط عليها سكر قال لها حتى القهوة ممتك فشل التعلمك تشربيها ازاي زوجته قالت له انا كمان بحب بحط سكر على القهوة وده شيء عادي الاب قرب من بنته قال لها الحلقة ان انت لابسها شكله جميل جدا لكن ملفت للنظر ولازم تخبيه مونة جبت عروسة لابنها وقصرت ان روزان تروح معاهم سوفيان قال لها لو عجبتني العروسة حكوح علشان تعرفي قالت له كوح امسك راسة امسك رقابتك المهمة تديني اشارة روزان بتضحك عليهم ممتها قلت لها شكلنا كده مش عجبينك وكانت المفاجأة لها ان ممتها مرتبة لها القق مع اخو العروسة واللي حيكون عريس للرازان رازان فجأة لقيت نفسها قاعدة مع العريس وطبعا فهمت ترتيب ممتها قالت له منتهى التحدي انا واحدة متحررة وهو قال لها اجمل شئ فيكي قالت له ما بحب شلبس عباية قال لها دي حرية شخصية قالت له حشتغل وطول اليوم حكون مجغولة قال لها وانا كمان دكتور وما عنديش مشكلة ان انتي تشتغلي في الاخر لقيته بيلمس وشه وهو بيبص الممتو فهمت ان دي الاشارة اللي بينهم وانه هو كده معنى انه هو وافق على العروسة عدلت نفسها وقالت انا مخطوبة في اللحظة دي اتوتر قال لها كده ما قدرش اتكلم تاني سامير عمل لقاء مع بابا عايز يعرفه على العم حسن دخلت مونة ومش عجبها انهما بيكلموا الباكستاني ده بتبص الجزهة وبتقوله بالغلط برضو حسن ضحك سأل الاب لو جيت السعودية قبل كده والاب قال له لأ مونة قالت دينهم غير حقيقي انا كنت عارفة ومتأكدة وكانت المفاجأة ليهم كلهم ان بابا سامير رفض الجوازة قال له قدامهم ليه تتجوز واحدة متطلقة وشايفك اقل منها لدرجة ان هي اللي طلبت منك الجواز عالتها مش مصدقين ان هي اللي طلبت الجواز منه وانتع اللقاء بشكل سيء بين العيلة مونة اخينا نتصلحت مع اختها واللي كانت مقطعها من يوم طلق ابنها من رزين مونة بتجهز كل حاجة علشان اول يوم العيد والقائلتها معيها سوفيان بيقول لبابا لو منك اعترض حسن قال له بحبها وبحب كل حاجة منها الام غدبت اكتر سوفيان قال له كبرت على الغزل ده لازم تغير طريقتك حسن قرر يسمع نصيحة ابنه ويغير طريقته فعلا قال لها اكتب لك واساعدك ويب منتهى العنف قالت له خطك وحش لامار بتجهز عشان تروح لباباها حتحضر عيد ميلاد اختها محضرة عباية مامتها وقفت قدامها قالت لها مش مضطرة تلبسي كده البس اللي انت عايزاه لامار قالت لها لازم اروح اي مكان قالبس اللبس المناسب لي مش اللبس اللي يناسبني كملت كلامها ان جدها قال لها كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس رزين قالت لبنتها كل اللي يعجبك والبس اللي يعجبك لامار في بيت باباها اكتشفت ان ما فيش ولا صورة تجمع حبيب وكل ذكرياته مع اولاده من زوجته التانية رزين على العشاء مع سمير بتحاول تفهمه ان باباها رفضها ولما خلصه اكل طلبت من مكان يجمع باقي الاكل علشان تديه لي السواق سمير ويبص عليها مش مصدق اللي هي بتقوله دخلت الحمام واستلمت مكالمة من باباها واللي طلب منها تبعد عن ابنه قال لها ليه يتجوز واحدة مطلقة وكمان عندها بنت في حين ان هو ممكن يتجوز باكستانية ما تجوزتش قبل كده لما رجعت على الترابيزة اتفاجئت ان سمير اشترق اكل للسواق قال لها اكيد ما كنتش هتديله بواي اكلنا ماهتمتش بكلامه قالت له ده مش موضوعنا دلوقتي لامار اتفاجئت ان باباها بينتقدها طول الوقت شايف ان مامتها فشلت في تربيتها وانها ما تعرفش اي حاجة عن عادتهم ولا تقلدهم البنت قالت لباباها لو مش عاجبك تربيت امي ليه ما كنتش بتسأل علي بص في عيانها قال لها علشان ما حلمكيش من امك لكن في المقابل هي فشلت في تربيتك اليوم ده رازان اخدت قرار مجنون انها تتجوز حلا سمير بتدور على مأزون وصلت لواحد فعلا وهم تحت العمارة سمير بيطلب منها ما يستعجلوش لكن هي قالت له لازم نعمل كده علشان الكل يسكت وصلوا على المأزون واللي اول ما شافها ادالها عباية علشان تلبسها قال لها ستوري نفسك كانت حتتجنن رفضت تلبسها وسمير في الوقت ده بيبص في السقف كأنه مش موجود لكن المأزون قال لها ستوري نفسك بتبص لسمير علشان يتكلم وهو بيحاول يبص في السقف برضه وفي الاخر لبسة العباية المأزون بيطلب منها توطي صوتها قال لها في حريم جوة سألها فين اهلك وفين الشهود عملت تليفون علشان تجيب الشهود وكلمت أخوها قالت لها بتجوز تعالى علشان تكون الشاهدة على جوازي في الأول افتكرها بتهزر لكن أول ما تأكد إن ده مش هزار وإنها بتتجوز فعلا دخل لبابا واللي كان بيركب نور النجفة وأول ما سمع إن رازانا هتتجوز وقع اللمبة على دماغ مونة مونة قالت له راحت تتجوز أكيد انت اللي اديت لها أمل سوفيان بيقول له مامتو امسك السلم أحسن وصل الشاهد الأول واللي كان عبدالعزيز السواء ومونة مش لقيا شاهد تاني وفي نفس الوقت مش بترد على مقالمات بابها وأخوها اتعصبت على سمير قيت لنا الوحيدة هنا اللي بحاول أتجوز وانت ساكت في الآخر ردت على أهلها وكانت عصبية جدا قالت لهم خلاص مفيش جواز اللحظة دي الأب قدر يتنفس فعلا لما وصلت رازانا على البيت كانت لمار عصبية هتلاقي حرمتي من أبويا وربتيني بعيد عنهم عن عددهم وتقلدهم وأكيد مشيت يوسبتيهم علشان بس ما تلبيسيش العباية وكنت سبب إن أنا بقيت مختلفة عنهم وطول الوقت بينتقدوني طلعت على الأوضة بتدور على صورها مع بابها اكتشفت كشف طبي اللي بيثبت إن بابها كان بيدرب مامتها وإن ده سبب الطلاق سألت خالها لو بابها إنسان صالح ولما رفض يتكلم سألته لو كان بيدرب مامتها الخيل رفض يتكلم برضو قال لها مجرد مشاكل عقلية بين اتنين متجوزين قالت لو بتعتبر ضرب الزوجة مجرد مسائل عقلية يقبنتوا في مشكلة كبيرة قال لها ده حق مامتك في الكلام معايك هي اللي تقول لك اللي حصل مش بصدق إن هم سيكتوا وسبوها تضرب لمدة 9 سنين في نفس الوقت روزان قالت لسامير إنها مش عايزة تتجوزوا قالت انت قابلت بس بيا علشان ما تحرجنيش وده لما طلبتك جوزت قال لها انا عايزة تجوزك فعلا لكن عائلتك فعلا متعصبة وانت فيكي جزء منهم قال لها السواء الباكستاني واللي اسمه في الحقيقة سوفيان وانتو بتندو عبدالعزيز بس علشان اسمه على اسم أخوكي غيرتوا اسمه وانا متأكد إن انتو نسيتوا اسمه الحقيقي وغير كده بتغدي لي بواقي الأكل بتاعنا قالت له لو ما كانش باكستاني ما كنتش اهتمت بي لكن الحقيقة إن انت سمعت كلام بابا قالت له خلاص مفيش جواز في نفس الوقت حسن قدر يقنع مونة إن سمير إنسان صالح ولازم يوافقوا على الجواز ده علشان ما يخسروش بنتهم للأبد خرجت رزان وهي خلاص انفصلت عن سمير اتفاجأت إن باباها قدامها بيقول لها إن هو موافق على الجواز وهيحترم اختيارها مونة قالت لأختها رزان هتتجوز باكستاني مسلم حياة اتداقت جدا هتلاقي رب تحفدتي بعيد عني ودلوقتي غريب حيربي حفدتي مونة قالت لها بنتي اتطلقت من ابنك علشان بيدربها حياة قالت هي اللي سمحت لي بكده من الأول إن يمدي إيده عليها هي الغلطانة مونة قالت لها ما تخليش أولادنا يخربوا العلاقة اللي بيننا فعلا مازن جوزها كان بيدربها على أي سبب تافه بنتها كانت زعلانة جدا إنها ما قلت لهاش الحقيقة ما قلت لهي السبب طلقها من باباها رزان دخلت على عائلتها قالت لهم عندي خبر مامتها قالت الله يسطر على أخبارك رزان قالت انفصلت عن سمير وما فيش جواز بعد كده مامتها فرحت جدا قالت ده أحسن خبر وصل لي في حياتي وحالا اتصلت بأختها قالت لها خلاص ما بقاش فيه باكستاني رزان مش مصدقة سرعة توصيل الخبر للخالة رزان اللي قررت ما تزعلش على الانفصال لكن رغم كده مش قادرة تنسى سمير واللي ساب البيت فورا حسن بيسأل صديقه عايزه يعرف لو لسه سمير في البلد دخل لبنته قال لها سمير لسه موجود في السعودية وما سافرش لمر لما جدها خرج قالت شكل جدي هو اللي جاسوس سمير فعلا لسه في السعودية وقرر يرغي تذاكر السفر في الوقت ده الجد بيجيب سواريخ علشان العيد وحتى مش عارف أساميهم وتفاجئ ان الشرطة قدامه أخدت منه كل اللي هو اشتراه لكن لقى واحد بس فاضل فرح جدا انهو هياخده لحفيته زي ما طلبت منه سوفيان رحى لشان ياخد ابنه اكتشف ان طالقته بتتهمه انهو بيدرب الولد ومنعته انهو يشوفه انهار فعلا انا ما بيدربش ابني مستحيل اعمل كده رازان مش عاجبها ان ما ميتها كل همها اختها وابنها قالت لها كان بيدربني ولازم تتقبلي طلقنا وهو عاش حياته وتجوز وخلف ازاي تحب ابن اختك اكتر من بنتك سوفيان اتنقل للمستشفى لمار اتصل بسامير علشان يكون معاهم ولما شافه سوفيان بدأ يحس ان سامير انسان صالح لما وصلت رازان قال لها ده شاب يستاهل ان هو يتجوزك لكن لما لقاها سرحانة في سامير قال لها وعتعملي كده قدامي رازان سألت سامير لو بباك جاب لك بنت باكستانية حلوة وصغيرة هتوافق عليها سامير قال لها لو حلوة قوي وهز راس ان هو ممكن يوافق اتجننت منه فعلا قال لها انا بهزر بالعكس عرف ان هو بيحبها عايز يعمل عيلة معها ومع لمار حسن جاب السوريخ اللعبة لحفيته بنته بتقوله ده واحد بس قال لها ما يغركيش ده بيشتغل لمدة نص ساعة ولما شغلته خلص بعد ثانية واحدة وهو مصير ان هو عيشتغل تاني مونة بتجهز البيت للعيد شافت صور بنتها وهي مضروبة للحظة حزنت جدا عليها اول يوم العيد وصلت عيلة مونة وهي كانت سعيدة جدا بوجودهم عزمت اختها واولادها وكمان زوجتهم رازان اتداقت جدا انها عزمت زوجة طالقها مازن قال لسوفيان رازان ربت البنت غلق عندها 13 سنة ولسه ما تحجبتش قال له قل له اختك تحجب البنت سوفيان قال له لمار عندها 15 سنة مش 13 وانت السنين دي ما تعرفش عنها حاجة بنتك مقدبة جدا متربية بشكل كويس دمها خفيف نصيحتي لي تقرب منها وتتعرف عليها اكتر بدأ الفطار قالت اللي بيحصل ده حسن قال دخطي برازان حياة سألت اختها لو تعرف ان هو جاي مونة قالت لا لا في الوقت ده دخلت الحفيدة وكان معاها الشوكولاتة المرسومة عليها عروصة حياة فهمت ان هم مرتبين لكل حاجة لمار سألت باباها لو حيمشي ومش هيعود معاها ومازن خرج وسبب من غير ما يكلمها حياة بتجهز علشان تخرج هي كمان حسن قال لها اختك عملت كل اللي عليها عزمتكم وحتى مازن عزمته هو وزوجته وأولاده بنتي من حقها انها تتجوز وتعيش حياة طبيعية زي ما ابنك عايش حياة بصت لأختها قتلاح تجوز بنتك لباكستانيا مونة مونة قالت لها بنتي عقلها خف من اللي ابنك عملوا فيها رازان مش مصدقة رد مامتها وسامير بيتحك عليها خرجت الخالة وخرج وراها غيس أخو مازن وكمان زوجته بس قبل ما يخرجوا باركوا رازان وسامير على الجواز مونة وقفت غطبانة جدا كلهم بيبصوا عليها ومرعوبين من رد فعلها وهي قالت مفيش حد حيسافر بعد يومين مفيش خروج من البلد دي من غير كتب الكتاب حسن ضحك قال لها أشهد أنا لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله حمد الله على السلام يا مونة وبارك لأولاده ضحك وقال عيد مباراة لما رأيت لها يعني كده انت موافقة يا تيتا مونة قالت يمكن الباكستاني يكون أحسن من اللي قابله لمار قالت لها اسمه سامير يا تيتا حسن قال بسم الله الحمد لله ان هم مشيوا علشان ناكل الأكل ده كله لوحدنا رزان اتصلت بمازن قالت له بنتك هتفضل بنتك لازم تكلمها قبل ما تسافر وما يفعش تعيش أبدا من غيرك فعلا مازن اتصل ببنته قالها سمعت ان انت حتسافري ولازم أشوفك قبل ما تسافري لمار كانت سعيدة جدا باهتمام بابوها بيها رزان و سامير ومعاهم لمار بيجهزوا علشان يسافروا بابوها قال لها عندي عيادة عايزين واحد يشتغل في الأبحاث ولما دحكت قال لها مش نافع برضو سلموا عليها واتمنوا ليهم التوفيق مونة قالت لها قوعت حرميني من حفتي وقالت للمار انتبهي على منطق وهي تنتبه عليك القب قال لها لو حصل حاجة كلميني مونة مش ممكن تسكت سألته ليه ايه اللي هيحصل حسن قال كلام عادي وشاول لبنتو عشان تمشي بسرعة قال لها امشي بدل ما ترجع في كلامها مشوا فعلا ولمار عيونها على عالتها بتودعهم في الطيارة لمار كانت قاعدة وسط سامير ورزان والتلاتة بيتحكوا بيسمعوا نفس الأغنية التغيير بيكون شيء مرعب بعد عادات وتقاليد استمرت لسنين لكن رغم رعبه مش غلط مش غلط اللي احنا نتغير نتقدم نبص للعالم اللي حوالينا اللي كل ديه بيتقدم ونسعى ان كلنا ما كان في المستقبل الحديث قوعوا تفتكروا ان التغيير ده حينسيكم انتم مين مستحيل حيفضل جواكو شيء جميل شيء رائع هو أصلكم بس هيكون مختلط بالجديد اللي لازم نعيشه علشان دي الحياة الحياة اللي لازم نعيشها ما يفعش نقف ونقول مش هنتغير مش هنتقدم مجبور تطلع السلم علشان توصل للكمة لانك تحت السلم عمر مأديك هتلمس القمة الكمة دي اتعاملت علشان كل إنسان شايف نفسه يستاهل يستاهل يملك المستقبل اللي مليان نور مليان حرية مليان تقدم انت فيه علك كمة مش تحت السلم أبدا